الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الأطرش العجال من مسغانم المدينة المركز يقول سيدي تحية تحية السلام وبعد أود في البدء أن أعرب لك عن إعجابي بخطابك الدين وأسلوبكم الدعو البسيط والذي يشكل خلق حقيقي للشيخ محمد كتو والداعي عبد الرحمن الجيلاني عليهم رحمة الله تعالى وبركاته المهم مدحتني كثيرا يا سيدي 13 العجال أدعي لي إن شاء الله أن يختم الله لي بلا إله إلا الله وأن يحشرني مع أهل لا إله إلا الله وأنا أقول كلمة الحق وأنا ألقى الله وأنا أقول كلمة الحق أدعي لي أدعي لي هكذا هذا هو الصح وإن شاء الله ربي يجعلني في طريق الشيخ محمد كتو والشيخ عبد الرحمن الجلالي والشيخ بالكبير وشيخ محمد رحم والشيخ الدواخ والشيخ الكنتي والشيخ بايب العالم وعلماء الجزائر علماء السلم والأمن والأمان الذين نصعوا الخير في الأمة والحمد لله أدعي لي أن نقعد على طريقهم حتى ألقى الله معهم إن شاء الله يا سعدي أن أكون منهم أو أن أكون مثلهم أو أن أكون في زمرتهم أو أن أكون في محيطهم أو أن أكون إن شاء الله على طريقهم يا رب العالمين سائل يقول ما حكم العاجز الذي يؤدي صلاته على الكرسي السائل محمد بن أحمد مدينة سفيزف ولاية سيدي بل عباس يقول ما حكم العاجز الذي يؤدي صلاته على كرسي أولا حاول أن تفهم يا أحمد الواجب أن تصلي واقفا خلاص تافقنا ما رانيش قادر نوقف نصلي واقف متكئا ما نرح قبال الكرسي نتكى على ضهري ما رانيش قادر عن يميني ما رانيش قادر عن يساري هنا هنا صبت وحي مش قادر نوقف أصلا لا على ظهري لا على يميني لا على يساري أجلس على الأرض ما رانيش قادر نصلي جالسا نصلي نائما على يدي ليومنا نائما على ظهري على بطني فإذا عاجزت عن الجلوس على الأرض يعني عندي أذى في رجلي كالناس عندهم ألم ولا ركبته تسطر ولا دير عملية مهم عنده مشكلة ما يقدر يوقف ما يقدر يجلس على الأرض هذا الذي يصلي على الكرسي ولكن بعض الناس بمجرد ما يصبح وعنده ألم ومشي قادر يوقف يروح يقعد على الكرسي صالاتك باطلة صالاتك باطلة وبالك يخدعوك دكس حما في عوالو وإن الله غفور رحم وما جعل عليكم في الدين من حرج لا تصلي صلى رسول الله كان يصلي واقفا ولكن لما مرض عندهم الكرسة صلى على الأرض جالسا ولا يكلف الله نفسا إلى وسعى إذا عاجزت عن الجلوس على الأرض صلي على الكرسي أما الانتقال من الوقوف إلى الكرسي فصالاتك باطلة لأنك لم تؤدي ما يجب عليك الجماعة لقالوا لي عودنا الدعاة على الخروج إلى المسجد أن يعودوا اكتبوه بسرعة روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال أكتب أحفظها حبسوا حبسوا كلش يو دعاة تعلموه خير من السماوات والأرض فقال واشقل اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نعود الدعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك سبعين ألف من الملائكة يستغفروا لك يعني يقول له يا ربي أغفر لي فولان وين تصيب هذه وين تصيب أنت السبعين ألف ملك يستغفروا لك إن الله إذا أعطى أدهش أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه والطبران في معجمه وابن السن في عمل اليوم والليلة وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ومن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء فالله يسأل ويقول ما حكم قتل العصافير حفاظا على المزرعات فقد كثرت إلى درجة إطلاف المحاصيل الزراعية أولا إذا كنت تقدر تحافظ على المزرعات بدون قتل العصافير لا يجوز لك أن تقتل هذه الحياة يعني حياة العصافير لا يجوز أن تقتلهم إذا كنت قادر تحافظ على مزرعاتك بلا ما تقتل وكذلك القردة كأن بعض الأماكن في الجزائر كثر فيها القردة ولو يكلوا المزرعات إذا كنت قادرين تحافظ على المزرعات بدون قتل القردة لا يجوز إذاؤها ولا يجوز قتلها إلا إذا كثرت وعجزتم عن حماية المحاصيل أو حماية أنفسكم جاز لكم قتلها حفاظا على المحاصيل وكذلك النمل لا يجوز قتلها إلا إذا كثرت في البيت بحيث ولت النسبة شي قادر تعيش أو أن البيت ربما يسقط كأن نوع من النمل الأبيض يأكل الخشب فهذا يمكن الدار كلها يسقطها هنا يجوز قتلها واختلف العلماء كيف يقتل وهل يغرق بالماء أو شيء آخر عن عمر بن الثريد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتني لمنفعة رواه النساء من قتل عصفورا عبثا عبث بشي لعب بشي لعب يقتل العصافير لي لعب وننقيس عليه كثير من الحيوانات التي تقتل عبثا للهواية فقط لأنه يحب أن يقتل هذا العصفور الذي قتلته عبثا يعج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتني منفعة شفت العصفور يعترف بالحق لو كانت قتله منفعة ما يقول واله قال منفعة قتلني ليأكل أو قتلني لأني أذيته ولكن هذا يشتكي بك ربي ويقول له يا رب هذا الإنسان قتلني عبثا 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 يقتل عبثا لأنه يريد أن يقتل حسبنا الله ونعم الوكيل والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته